اول حاجة تقوي شخصية ابنك الحاجات الاساسية انك تشبع الرغبات بتاعت الاكل والشرب واللبس والمصروف والكلام ده كل علشان ما يحسش انه اقل من زميله على اساس انه يبقى حتى على الاقل الاكل والشرب المعتدل يعني ينمي الجسد فالجسد عنده لما يبقى مش هزيل او ضعيف او مشابه يعني ويبقى جسده يعني قوي ده حيبقى صورة الجسد عنده جيدة فبالتالي هخلي صورة الزات عنده جيدة فهيتقبل نفسه فهيفق في نفسه وشخصية ابنك قوي وبالتالي الاهتمام بالحاجات الاساسية دي لا مهم علشان يعني حتى لو قلت جزء من الاهتمام بالبنية الجسدية هاتم بها مش بس بالاكل والشرب والنمو الصحي والبعد عن كل ما من شأنه يضعف المناعة الجسدية بهذا الشكل لا كمان ممكن ادخل فيها عامل بناء الجسد من خلال الالعاب الالعاب الدفاع عن النفس او الالعاب القوة او ايا كانت الالعاب يعني ان شاء الله البنات بقى نطل حبله ممكن يعني العاب بسيطة وسباحة وكذا وكذا المهم انه الولد الذكر بالذات يشعر ان يعني شخصيته ايه لانه الزكور بياخده جزء من قوة الشخصية في قوة البنية الجسدية ده مهم يعني ايه زادة وبسطة في الجسم والعلم فالبنات مش لازم القوة الجسدية الصحة الجسدية لكن ده الاولاد عايزين الصحة الجسدية مع القوة الجسدية ده تديهم ثقة بالنفس فعشان كده مهمة قوي ان احنا تنبيه الوجبات الصحية ربنا يعين الناس يعني قدر المستطاع على اساس انه الابن يأكل كويس يشرب كويس ينام كويس تمام لان النوم الجيد برضو جزء من الاجزاء المهمة جدا لتقوية المناعة اهي حاجة مجانية اهي بهذا الشكل يعني والبعد بقى عن يعني المشروبات الغازية والبعد بقى عن الحاجات ايه اكل الشارع بهذا الشكل يعني فيه مواد حافظة لمواد الحافظة برضو يعني مش حلوة يعني فبالتالي لان فيه اولاد عايشين على مش عايز اقول منتجات يعني على اكلة كذا واكلة كذا واكلة كذا وقللك اصله ما بيكونش غير الحاجات دي هو لو في بيت تاني تعود على حاجة تانية كان هيتعود على انه يأكل اكل صحي لكن اكل التاني لا متعب وفي الاخر خالص بقى الشخصيته ضعيفة وهزيل وهكذا فبالتالي يازم اتم ايه اول حاجة بيه الاكل والشرب واللبس والاخر اللبس على السن تم بالمنظر والمظهر برضو الولادة لم يحس انه مظهره جيد ده بيديله برضو ايه يعني يتقبل الذات وثقة بالنفس ويقوش حصيته يعني لما يكون برضو مصروفه معتدل يعني ما باش حاس انه في احراج بينه بين زمايله والكلام ده كله برضو بيحس بالاكتفاء الذاتي من ناحية المالية مثلا فيبقى حاسس انه ايه برضو يعني في قوة داخلية عنده مش حاسبة هزيمة يعني تمام يبقى اول حاجة علشان البعض احيانا يعني مش عايزة ركز على الحاجات النفسية العميقة واترك الاشياء اللي ممكن اساسا واحد يبقى شخصيته قوية لانه حاسس بس انه بناته الجسدية جيدة مع لبسه كويس مع مع صرفه كويس مع داخل مدرسة كويسة مع تعليم كويس شخصيتي جيدة